البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلية الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة استهلت في تدشينها عرض ومناقشة أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية وأساليب الإدارة في التعاقد مع شرح قانون المناقصات ولائحته التنفيذية أعددنا هذا البرنامج ليكون تخصصيا ليشمل جميع هذه الجهات ذات العلاقة بالقانب القانوني باعتبار أن هذه الجهات الحكومية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تتعامل في إطار تنفيذها لاختصاصاتها بكثير من الشأن القانوني المتعلق سواء بإعداد اللوائح والقرارات والقوانين ذات العلاقة باختصاصاتها أيضا تصطدم بالتصدي لكثير من القضايا التي ترفع على هذه الجهات سواء من قبل المتعاملين من قطاع الخاص في إطار تنفيذ العقود المبرمة بينهما أو من خلال الشكاوة أو القضايا التي ترفع أيضا من الموظفين العاملين لدى هذه الجهاز لدى المحاكم المختصة كما تضمنت البرامج أحكام العقود وقواعد صياغتها والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم ومهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية وجرائم الوظيفة العامة والتحكيم والمنازعات العقدية وإجراءات التقاضي والإثبات البرنامج يتركز في 27 يوم عمل من جميع الوحدات للإدارة للدولة والبرنامج له من الفوائد الكثيرة منها تعارف وتبادل الخبرات بالموظفين الشاغلين الوظائف القانونية بوحدات الجهاز الإدارة للدولة وكذلك البرامج وتنوعها من قبل القائمين على البرامج هذا البرامج ستستعرض خلال تنفيذها قواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود وإجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم بالإضافة إلى جرائم الوظيفة العامة وكيفية التعامل معها البرنامج هدف بشكل عام إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية ذات الصلاة وتنمية مهاراتهم في صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية إبراهيم بن سالم الهادي محافظة مسقر